رأس الحكمة مخافة الله منذ بداية وحتى الآن كان هذا هو شعار الكهنة المفضل ولكن ما الضير إذا قلنا رأس الحكمة محبة الله جوابي نعم هناك ضير بل ضير كبير وهو أن المحبة فرية أما الخوف فعبودية وهنا أعتقد ستسكب كل العبرات أترك لكم وصفها وتعدادها في هذه الحلقة أخوتي وعزتي سنناقش هذه المقولة التي انصحت نسبتها للرسول الكريم والتي تنسب إلى عبدالله بن مسعود في رواية تعتبر ضعيفة لكن يفضل نشرها الرجال الدين ويعتبرونها حديثا مقبولا ويتضمن معنا عظيما في هذه الحلقة سأتناول كثير من الردود على هذا البوست الذي نشرته قبل نحو خمسة عوام وصادف أنني رأيت ردودة كثيرة جدا على هذا القول من عدد كبير من المؤترضين والمرحبين سنستارض هذه العراء جميعا لأنها لا تتناول مواضيع محدودة وهام الشيء وما تتناول عصب الأفكار والقضايا التي يؤمن بها الناس جميعا والتي تشكل جزءا من حصادهم المعرفي وأفقهم الثقافي والديني والروحي فكونوا معي أصدقائي في هذه الرحلة التي أتمنى تكون مفيدة لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه المقولة يجمع يجمع الجميع على أنها مقولة جميلة لكن عندما نأتي ونسأل ما معنى الحكمة ولماذا نالك رأس للحكمة ولماذا تجتمع الحكمة مع مخافة الله لماذا نقول أننا أن الحكمة أو رئيس الحكمة هي هي محبة الله وهذا يعطي معنى أوسع وأرحب بكثير لماذا الأغلبية تعتبر أن مخافة الله هي مسألة أساسية ومهمة جدا ونحن بحاجة لها وأنها كفيلة بالسيطرة على الناس والتحكم بهم وأيضا جعلهم يسيرون على الطريق الصحيح رأيي بأن الدعوة التي هي جزء أساسي من ثقافتنا ووأينا ونمط حياتنا نحن نخيف أولادنا نخيف بناتنا عندما نتحدث مع الآخرين ونتعامل مع الآخرين دائما نحاول أن نثير الخوف في داخلهم مننا لا نحاول دائما أن نتعامل بطريقة فيها تعامل يعني سلس وسهل وليس فيه ندية وصراع بيننا وبين الآخرين دائما أيضا من جهة أخرى نحن نخاف من الآخرين وهذا الخوف مزرع فينا منذ الطفولة ونخشى حتى أن نقول ما لدينا بكل حرية هذا السبب هو نشر فكرة الخوف من الله الذي هو بالضرورة هو الرمز الاجتماعي أو العلاء كما أقول أنه الله هو رمز القطيع أو رمز الجماعة التي تضمنا جميعا ونشعر بأننا منتمون لها تماما ومصدر احتجاجي على هذه المقولة هو أنني أتساءل ما فائدة وجود رادء مخيف هذا أعتبر تبرير يجعل الدين بأكمله دينا قائما على الخوف ودينا بمعنى آخر لا أخلاقيا بل بمعنى أدق عديم الأخلاق وهذا تفسيره بسيط جدا لأن الخوف لا يصنع الأخلاق أخلاق لا يمكن صناعتها عن طريق إثارة مخاوف الآخرين بل على العكس عن طريق جعل الآخرين يشعرون بالأطمئنان وأن ما يصدر عنهم يصدر عن وجدانهم بالكامل وبدون أي ضغط من الآخرين طبعا أنا من جهة أخرى متأكد أن كثير سيكون متحفز وجاهز للدفع عن هذه المقولة ليس لأنها صحيحة أو خاطئة فقط لأنه تعود على أن لا يناقشها ويعتبرها مسلمة من المسلمات ومجرد القول بأنها مقولة مقدسة أنت الموضوع لديه وكل ما عليها بعد ذلك أن يأتي يقول بالعالم والأشياء ويحول العقل والمنطق وكل الأدوات المنطقية والعقلانية لصالح هذه المقولة لكن عندما يأتي أحد ويقنعه مئة بالمئة أن هذا المقولة ليست بحديث نبوي سيكون مستعدا للتراجع لكن أيضا ستكون هناك مشكلة أخرى أنه كيف له أن يفكر ولا يريد أن يفكر ويريد أن يتبع هذه مسألة ما راح الطرق لها حاليا وهذا من التعليقات المثيرة التي أثارت انتباهي التعليق صديقي سر مدرشات قال بأن الخوف من شيء ما معناها أنك يجب أن تبتعد عنه لا أن تخترب منه يعني يقول لك أن رئيس الحكمة هي مخابة الله فبالتالي أنه من رئيس الحكمة أنه عندما تخاب من هذا الشيء يجب أن تبتعد عنه يعني عندما تخاب من الكلب أو من الأسد فلا تخترب منه ولا تصل يومه ولا تسير على هده ولا على حكمته فكيف تجتمع الحكمة مع البقاء إلى جانب من نخاف منه فهذا شيء غريب وعجيب يعني كيف يمكن لأحد أن يختنع بمقولة من هذا النوع بينما عندما تقول رئيس الحكمة محبة الله هذا بالعكس هذا يدعوك إلى أن تخترب من الله والبدل من أن تبتعد عنه وتهرب منه لكن في الحقيقة عندما نجي للنص القرآني والنص الديني الإسلامي دائما يحط على الخوف ويثير الرهبة عند الآخرين وليس الآخرين وأن تعدون الخيل الرباط الخيل اللي ترهبون به عدوكم هي ليس للعداء فقط الترهيب يتم حتى بل بالدرجة الأولى الترهيب يتم للمؤمنين بهذا الدين أنفسهم ولأنهم مؤمنون يجب أن يخافون وإلا فلا يمكن أن يتحكم بأمرهم الشيوخ ورجال الدين وبالتالي أيضا رجال السلطة المتحالفين معهم في حلف مصيري مشترك منذ مئات السنين أمر آخر أحب أثيرة وأقول بأن هناك يعني مفهوم المحبة طبعا هناك أشكالات كثيرة عليه بالديانة المسيحية ويتحدثون كثيرا عن مفهوم المحبة بالديانة المسيحية صديقي أرنست ويليم عند رد قوي جدا حول هذا الموضوع وأن هذه المحبة هي محبة مشروطة وليس لكل شيء إنما فقط للمحبين للمسيح والذين يؤمنون برسالة المسيح والخلاص وما إلى ذلك من هذه المفاهيم المسيحية فبالتالي المحبة ليست لكل شيء إنما أنا أحبك في الله حتى عندما يقول لك أنا أحبك في الله نفس المعنى المسيحي أنا أحبك في المسيح فمعنى أن محبتي لك مشروطة أو هي متعلقة بمحبتي المسيح أنا لا أحبك لأنك إنسان مثلي ومثلي يعني لدينا مصير مشترك يعني لدينا ما هو مشترك بيننا كبشر أو كمخلوقات أو كائنات بالمعنى العلمي وبالتالي فأنا أحبك أو أمارس معك أو أتحدث معك بطريقة محبة ومتعاطفة وأيضا متفهمة وفيها من الاحترام والتقدير الحقيقي الذي لا شك فيه أو الكثير من هذا الاحترام فبالتالي أنا عندما أحبك في الله معناته معنى هذا أنني في أي لحظة ممكن أن أكرهك فهذا الشيء غريب وعجيب أمر آخر يجب أن يلفز الانتباع أننا لا نجد كلمة المحبة في القرآن الكريم ولا في الأحاديث النبوية نجد كلمة بدون تعريف يعني كلمة محبة فقط على بسيغة النكرة كما يقول صديقي سرمد رشاد وهو متخصص في التاريخ المسيحي والديانة المسيحية أيضا ما يدعم هذا الرعيب أننا لا نجد أن هناك دعوة بين المسلمين لنشر المحبة بين الناس وأن هذه المحبة هي من أولويات الدين وأنها بالعكس أنها من أركان الدين الأساسية التي لا يمكن استغناء عنها على العكس تماما الأولوية في الدين الإسلامي هي للدين يعني الدين مقدم على النفس فبالتالي ما معنى المحبة بدون وجود دين فهو يقول لك الدين هو الأساس وهذا أنا التأويل أنا شو بصايا لأن الدين عادة هو وجد لكي يحافظ على الجماعة ليس الهدف منه أن نشر المحبة بالعكس المحبة عامل يقتل الجماعة وإذا ما يعني أنا عندي حلقة عن الزواج وعن علاقة المرأة بالفكر يعني عندي حلقة الرجل مستقبل المرأة أو المرأة خدعة الرجل أو الرجل خدعة المرأة ورجل الدين هذا الثلاثي بين الذي هو الرجل المرأة ورجل الدين هؤلاء جميعا يصنعون من الرجل كائنا مطيعا للرجل الدين ويحاول دائما أن يدافع المرأة ويضحي بنفسه من أجلها وهذا يتطلب أن يكون كائنا شرسا أدوانيا رجلا بمعنى الرجولة الخشونة الذي لا يتفهم الذي مستعد لأن يرتكب المجازر في أي لحظة ويكرهه القاطع ورجل الدين ويحافظ على عرضه وأهله وحلاله ومدينته ودينه فبالتالي هذا الإنسان عندما تربي الإنسان على أن يكون وحشا الرجل على أن يكون وحشا ويكون رجلا شرسا وصنديدا يرهب الناس ويخيفهم ويحقق لجماعته الدينية أو نحلته الدينية كل وسائل الأمن والأمان هذا الشخص لا يمكن أن يعرف شيئا عن المحبة وهذا يوصلنا إلى قناعة بأن فكرة المحبة فكرة لها علاقة بالمجتمعات الحديثة أو المجتمعات المتنوعة التي طالما تواجدت داخل المدن وليس في المناطق المفتوحة الزراعية أو المناطق الصحراوية في البادية مثلا فهذه المناطق في ظل شحة الموارد في ذلك الزمان لن تجد أحدا يعتني بالآخر وينشر قيم المحبة والتوادد والتراحم صحيح هناك قيم الشهامة والكرم وما لذلك وهذه الأسواف النفسية والبيئية لأنه بكان صحراو فالناس تساعد بعضها البعض وجدوا أن هذا الحل السليم أنه في لحظة معينة أنت ستساعد الإنسان الآخر لكن هذا لا يعني أنه هناك نشر للمحبة بين الجميع بل أنه مفهوم المحبة غير موجود في تلك المجتمعات وحتى في مجتمعات المعاصرة المفهوم المحبة مفهوم مستورد وما زال يعني يزحف يزحف لكي يجد له مكانا بين الحشود الرجال الخشنين المؤمنين المجاهدين الذين يمكن أن يشكلون جيوشا عنيفة مستعدة للقتل وسفك الدماء في أي لحظة فما بالك عندما تحدث لهم عن الحب والمحبة بالتأكيد سيصخرون منك ويجعلون أي متحدث من هذا النوع أضحوكة وفي هذا الصلاة لابد أن نأخذ نبذة تاريخية على صحة حديث رأس الحكمة مخافة الله فلي خلينا نسمعنا نسمع الشيخ الألباني المصحح المعروف جدا نسمع بصوته بردة فعله على هذا الحديث ليس لهما يكويني يفتمل أن يكون معناه مخولة ويفتمل أن يكون معناه مفهودة فالأحاديث الضعيفة بل مهدوعة لا تساعدة قسم من هذه الخشنين هنا ما يقول لبعض النقاد من عينة الحلوط في فرقة بعض الرواق يقول فلا هذه عبارة إن حبار رحمه الله فإنها أصارت عالم الوحي فالسلال يروي منكرات أو المعضلات عن الثقار يعني لهذا أنه درس مسون أحاديث التي يرويها فوجدها منكرة ووجدها أنه شطوى بالثقار حالي ماذا يعقل أن يتحدث لهذه المنكرة مثلا نجدنا نحن الآن في رأيش الحكمة مخافة الله نشعر بالحديث الضعيف لكن معناه في المنتهب حكمة لكن فيما يسمع الإنذان حبيث هالدخيله 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 إيش عزو الله ولي كان إيش هابدا يا كريم حبيب الله ولي كان الاتقال هذا يمجز الشباب لأن الإنسان لا اتقال بالله بخسرة حسنا ولا يبعد رحمة الله بخسرة طبعا هناك ردود كثيرة على موضوع الانتصار للخوف الذي يشيع بين الناس والذي يؤدي بنسبة كبيرة لأمراض تسمى مرض في الناس تسمى الوسواس القهري الديني كذلك هذا الخوف يصنع عدد كبير من الأمراض النفسية وخاصة لدى الأطفال الذين يخافون من الجحيم والنار وعكالات الجنة واليوم الحساب والعقاب هذه كلها أشياء مخيفة للطفل ويتعلمها منذ الصغر في المدارس ويجري الآن تلقينهم هذه الدروس التي تجعلهم بعد ذلك منزوعين إرادة وخائفين وكائنات طيعة مطيعة تم ترويضها بشكل كامل وجعلها تخاف من أي شيء تخاف حتى من التفكير في أي موضوع وهذه الطريقة كانت ناجحة أعتبرها وكانت ضرورية في زمن كان فيه الإنسان صعب الترويض وكانت فيه جماعات بحاجة إلى قوة قوة غير قادرة على التفكير العميق إنما واجبها أن تنفذ فقط تفهم ما يجب عليها أن تفعله وأن تنفذ مطالب الجماعة وقادتها وأولياء أمرها وهذا هو الذي شكل لدينا الدين هناك من يقول بناء على هذا بأن الموضوع أن الإنسان يعني خلق الإله وعطاه صفاته وأن هذا الإنسان بدون هذه الصفات بدون صفات هذه الموجودة داخل الإنسان فلن تكون هناك فكرة متماسكة للإله الإله لا بد أن يكون مخيفا على صورة الأب المخيف الذي يخشى الأولاد من صفاته وقراراته وأيضا يطلبون رحمته وتعاونه أنا برأيي أنه الموضوع الدين لا علاقة له بالخوف بالدرجة الأولى فإنما الدين هو الذي يشكل الجماعة هو المصهر أو المعمل الذي يدخل فيه الجميع ويتم ترويضهم في حضيرة الدين كما تدخل الماشية تحت رعاية الرأي وهذا الرأي يتولى عملية تربيتها وتحويلها وتسمينها وتضحي بها أيضا عندما يتطلب الأمر كلمة تربي هي أصلا جاية من كلمة الرب الرب الإله الرب هو الذي يربي يربي الناس وهو الرب الأسرة فهذا من الرب والتربية فالتربية تتطلب دائما أن يكون هناك من تتم تربيته أي معنى تحويله من الشكل الطبيع أو من طبيعته التي خلق من أجلها وغريزته إلى الطبيعة المتدينة أي أنه يرتقي من حالة الناتشر أو الفطرة الطبيعية أو الكائن البيولوجي إلى الكائن البشري أو الكائن المتدين أو الكائن بالمعنى الديني الكائن المؤمن المطيع الذي ينفذ إرادة الله ويركع أمامه ويسجد له ويضحي من أجله بالغالي والنفيس بالمناسبة هناك مقولة أنا أعتبرها مقولة عظيمة جدا وتختصر كثير لأغوى الفيلسوفة في التاريخ هيباتيا في الإسكندرية التي قتلها المسيحيون في القرن الرابع وسحلوها في الشارع كانت عالمة رياضيات معروفة تقول الخرافات يجب النظر إليها كخرافات الأساطير كأساطير والمؤجزات كوهام شعرية تقول تعليم الخرافات على أساس أنها حقاق هي أسوأ شيء عقل الطفل يقبل ويؤمن بها وبن خلال ألم عظيم فقط وربما مأساة يستطيع الطفل بعد السنين أن يتخلص منها تقول أو يقول الإمام علي مثلا أيضا عندما قوله ونقلت عنه أنا أشك بمعظم الأخوال التي سجلت باسم الإمام علي يقول لا تجبروا أولادكم على عاداتكم فقد خلقوا لزمان غير زمانكم وهذا مقولة مشهورة لإمام علي هناك أيضا عالمة نفسية تقول بأن الطفل تقول أنا حتى عندما أعود إلى ذاكرتي بل أشوف اسمها العالمة اسمها جيل ميلتون تقول أن أنا بطفولك عانيت كثيرا من مسألة الخوف وكانت كل حياتي أيام الطفولة محكومة بالخوف وكنت خاف من السهجان الآخرين وأيضا من الخوف من العذاب الأبدي في الجحيم وتقول كانت أو تقول بأن الطفل في هذه الفترة العمرية يعتقد بأن صور العذاب والنار والعقاب هذه صور ومشاهد حقيقية ليست مجرد تشبيه خيالي فتخيلوا حجم المأساة التي يعاني منها الإنسان والذي يصل إلى حتى عندما يكبر يستمع لما قولت رأس الحكمة بخافة الله فهذا يصل إلى درجة من القناعة بأن هذا الخوف هو مسألة أساسية هذا الخوف طبعا هو الفكرة راح تتنوع ورح تتحول إلى الخوف من الحاكم من السلطة من كل شيء وهذا أيضا راح يحول طبعا هذا الخوف المستمر والضغط المستمر راح يولد ردة فأة الجسدية لأن الإنسان مهما يكون لديه جسد لديه دفاعاته الخاصة فيضطر وديه غراباته الخاصة فيضطر بالتالي أن يخلق لنفسه جانبا سريا يمارس فيه كل المحرمات وكل السيئات حتى ولو مع نفسه أو حتى لو كبت هذه الأرادة أو الروح الخاصة به أو شخصية المتميزة له فبالتالي سيجد منفذ لها أشبه بنهر أنت أغلقت عليه الطريق فلابد أن يسير لابد أن يجد فتحات يخرج منها بطريقة أو بخرى هذه الشغلة أو هذا الشيء ليس الرجال الدين أو متحكمين بأمور الناس ليسوا من الجهل بحيث لا يعرفون هذه الأمور لكنهم يغامرون في هذا الاتجاه لأنهم يعرفون أن نسبة الخسائر في هذا المسألة ليست بالكبيرة وممكن تحملها يقول لك مشكلة مش مشكلة خلي تصير عدنا مشاكل نفسية لدى الأطفال عشرة بمئة أطفال مش مشكلة عدنا نتبرها نسبة وفيات وهؤلاء لدينا قدرة وطاقة على السيطرة عليهم لكن الخسائر ستكون أكبر لو علمناهم على لو نشرنا بينهم عوامل المحبة وليس الخوف يعني البشرية دائما تختار الذي تجده صالحا ونافعا ويسمح لها بالاستمرار والبقاء على في ظل جماعة موحدة ومتماسكة الذكر مرة يوسف القراضاوي قال عندما أحدهم قال له بينه أن هناك فتاة شابة كانت تعاني من أزمات نفسية حادة بسبب مشاهدها لأنها شاهدت تريط عن عذاب القبر و القراضاوي لحظة فعل وقال هاي مجرد أوهام إيش تقولوا شو أفائي إيش شوعي ثعبان أي سخف هذا لكن بالحقيقة هذا من زرع هذه المسألة القراضاوي نفسه لا يستطيع السيطرة على هذه الأمور لأن عذاب القبر الآن تصدر كتب ودور نشر متخصصة في مسألة عذاب القبر وبل أن هناك من المؤمنين بعذاب القبر الذين لا يسمحون إليه حادي أن يفتح فمه بكلمة تشكك بحقيقة عذاب القبر طبعا هو المسألة يعني نعرف أن هناك ناس لا يجدون لديهم مالا ليجدوا قبرا هؤلاء يتحدثون عذاب القبر هناك آلاف المسلمين الذين هربوا من سيطرة رجال الدين ورجال الحكم على بلدانهم وغرقوا في البحار وأكلتهم الأسماك وأصبحوا وليمة للأسماك البحر بدلا من أن يتركون أنفسهم وليمة لحكام المساب الدين ورجال الدين الدجالين فأي قبر أصلا حتى تتحدثون عن عذابه العذاب القبر الحقيقي هو الذي خلقته هذه السلطات وهذا هذه الطبقات من رجال الدين الدجالين الذين لا يفكرون ألا في مصالحهم الخاصة وفلتلقن بالدنيا وفلتفسد الناس وفلتفسد المجتمعات وتتدهور أحوالها المهم سلطتهم ماشية وليأتوا المهم بالنسبة لهم أن يأتوا إليهم لكي يصلوا ويصوموا ويصلون فيهم الجماعة وفليخرجوا بعد ذلك ليسرقوا بعضهم البعض لا بس لا دخل لنا بما يفعلون المهم مصالحنا مضمونة ولن تتأثر وحتى عندما الناس تنفس عن ما حرمت منه من حرياتها وتحاول أن تبرز شخصيتها المقموعة سيقول لهم انظروا أنتم لا تستمعون إلينا وأنتم مجبولون على الشر ويجب بعد ذلك أن تطيعون وأن يعني يضاعفون جرعة الإيمان عليهم بدلا من أن يخففونها ويفتحون لهم نافذة لكي يجد فيه المؤمن نفسه ولو بشكل بفسحة صغيرة هناك أيضا من يقول أن هناك حديث يقول بأن الرسول الكريم قال أحب لأخيك ما تحب لنفسك طبعا هذه المقولة هي مشهورة جدا حتى تكون فلشوس موجودة في جميع الأديان وهي مقولة عظيمة فعلا أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك لكن هنا المسألة أيضا تكون خاضعة للنقاش مثلا في هذا الحب أحب لأخيك ما تحب لنفسك لا يعني أن هناك محبة بين الطرفين لأنه هنا أيضا تصبح علاقة ملكية وليست علاقة يعني أن لا أحب لأخي لأنني أحب ما يحدث له أنا أحب له ما يحدث لي أي أن المسألة مسألة امتلاك أشياء وليس مسألة أنني أنا أحب الخير للآخرين لأنني لأنني أتمنى الخير لنفسي هذه الثنائية غير ملائمة يجب أن نفكر بها بعمق ونكتشف الحقيقة وعدما نقول لك أن أحب أخيك ما تحب بنفسك أيضا مفهوم الأخوة في الدين هو مفهوم شائك لا يعني فيه أن هناك محبة بين المؤمنين إنما هناك تواد ومحبة بينهم ليس لأنهم مؤمنين أو شركاء معنا في الجماعة داخل الجماعة إنما لأن لأن هم مؤمنون في الله حتى المسلمين عندما يسلمون على بعضهم أو يحيون بعضهم يقول أخي في الله أحب في الله يعني هناك إله بينهما هو الذي يشترط هذا إله هو القانون طبعا هو الدستور لكن المؤمن لا يفهم هذا شيء يفهم هناك إله أو قوة عليا غيبية مسيطرة موجودة بين يعني أقرب إلينا من حبل الوليد أيضا وتراقب كل شيء وهو يحبه في العيين أنه هناك حاجز بينه بين العالم المؤمن وضع حاجزا وهميا يجعله لا يرى العالم كما هو إنما يرى الآخرين بالله أي أنه يضع مصدرة النصوص طبعا الله هو نصوص تحول إلى نصوص تحولت الله أو فكرة الله أو الجماعة تحولت إلى نصوص وعلى جميع تطبيقها للنصوص وجعلها مرجعا أولا وآخرا لا يجوز النقاش فيه وهذا النصوص أصبحت سورا يحجز الإنسان عن العالم الخارجي بل لا يتعامل مع العالم الخارجي إلا عبر هذه النصوص أي أن الواقع ليس هو المقياس أو المعيار أو المرجعية لفهم ما يجري بل على العكس الواقع عليها أن ينضوي تحت ما نراه بالتالي هذا هو اللي يبرر في النتيجة أن نقول رأس الحكم ومخافة الله أي أن رأس الحكم ليس أن نخاف من الواقع نخاف من الظروف الموجودة نخاف من أن لا يكون مستقبل جيد لنا ولأبنائنا في الواقع إنما علينا أن نضمن المستقبل ليس لأنه مستقبل بل لأن هناك يوم الحساب الذي وعدنا به الله طبعا ما يدخل موضوع الزمن والمستقبل لأن به تفاصيل كثيرة وفي تداخلات كثيرة ليس هذا وقتها طبعا هي مقولة الرسول لحديث نبي هنا تقول بأن الحديث أصلا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحبوا لأخيه ما يحبوا لنفسه فالمحبة كما نعرف معنى أن أنت تضحي من أجل الآخرين بدون مقابل وبدون أجر وبدون أي شيء لكن أنك تحب الآخرين ما تحب نفسك أنك كما قلت تحب أن تمتلك شيئا ولكن لا بأس أن يمتلكه الآخرون فبالتالي المسألة لها علاقة بالمصالح الشخصية ويصبح الذاتية معيار الحب الحقيقي أو المحبة الحقيقية أو الأخلاق الحقيقية هي الصادرة من داخل الإنسان بدون أن تطلب على مقابلها أي 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 شيء وبمناسبة أنا أعتبر هاي الأخلاق الموجودة هي أخلاق يعني فطرية عد الإنسان أما ييجي الدين فهو يستقبلها لصالحة لأنه كما أقول دائما الدين هو هدف أن يولد جماعة ليس هدفه أن ينشر المحبة ولا السلام بالعكس هدفه يعني يقوي الجماعة بأي ثمن كان ويستخدم كل شيء من أجل المصالحة الدين براغماتي صرف وواقع إلى حد غير معقول لأنه لا يفكر رجل الدين ورجال السلطة إلا بدوام هذه السلطة وبدوام الهيمنة مهما كان الثمن ويستخدم كل شيء الكذب والدجل ويقول بالأشياء ويدعى أن العل كل العلم في دينه وهو فيه الحكمة وفيه المصير وأنه جاء أنازل من السماء وحتى كلمة الدين هي مزيفة هي القضية الأساسية كلها السيطرة على الناس وبالده هذا السبب تكون دائما لديه رغبة بأن رأس الحكمة أما خافت الله فالله فالله طبعا هو يعني العامر الأداة التي يعمل باسمها رجل الدين ويدعي شرعيته فبالحقيقة هي الإله الحقيقة هو رجل الدين نفسه فبالتالي يطالب بأن يخاف منه الجميع وفعلا على أرض الواقع الناس تخاف من رجال الدين ولا ولا تجد أحدا يكاد أن يلمسهم بكلمة ولم نسمع في يوم ونأيام أن هناك رجل دين جرت محاكمته أو وقف أمام القضاء وجرت محاسبته إلا إذا كان معارضا لرجال طبقة رجال الدين المهمين والحكام أيضا هناك من يقول أن هناك آيات تتحدث عن الرفق والاحترام وصلة القربة والرحمة والعفو وعدق العبيد هاي كلها أشياء ما لها علاقة بالمحبة بالمناسبة وموضوع مختلف تماما هناك أيضا ما يتحدث أنه مخافة الله ضرورية ولكن مشكلتنا أن هناك من لا يخاف الله من السياسين الفاسدين ولولا لو أنهم طبقوا هذه المقولة والتزمت بها الناس لصلح الدين ومشت الأمور كما يجب بالحقيقة هذا الكلام يعني مخافة الله بالأكس والسياسين هم والرجال الدين هم الذين يقبضون أموال بطريقة فاسدة هؤلاء يستلمون رشاوة وعمولات كثيرة جدا ويبنون بها القصور ولديهم الأموال والحسب والنسب وأولادهم يدرسون في أحدث جامعات العالم فيما أبناء الخائبة كما نقول في العراق دائما هي أولادها يرحون وقود لحروب رجال الدين ورجال السلطة والثروة المهمين على حياتنا ثم من هو الذي يفسد من الذي يأخذ نسبة من الأرباح ويأخذ الخمس وما إلى ذلك هو حتى السياسيين حتى بزمن الرسول ورسول إلى الخمس طبعا فالخمس المم الخمس من الجواري ومن المال هذا ليس إساءة للرسول هو بالعكس مذكور بالقرآن ومسألة مشروعة ليست سرية يعني لمن تذهب يتذهب لرسول يعني الجواري والنساء والأطفال الذين يتم بيعهم وجواري التي يمتلك الرسول هل يمتلكها الله هي خمسة ولله ورسولها الله لا لن يأخذ جواري ماذا يفعل بالجواري ماذا يفعل بالسبايا وماذا يفعل بالأطفال فبالتالي هي كلها فبالتالي هذا النموذج أو هاي الحالة بدأ استمرت ولحد هذا اليوم والآن يأخذون الأخماس والأساس الأسداد والأعشار من الناس ويتبروها مالا حلالا زلالا طبعا سيقال أنها مسألة تخص بالشيعة لا هي موجودة بكل مكان ولا يعني شين الفرق مجرد فتاوى مختلفة هنا هناك وكل بالنتيجة يقبضون الأموال ولديهم قوة سيطرة وهيمنة على كل شيء وأيضا القوة يعني رؤوس الأموال أصحاب رؤوس الأموال دائما لديهم تحالفاتهم مع رجال الدين وهذا ضروري جدا لأنه بكلمة من هؤلاء سيخسرون كل شيء وهذا يعني الشيء الذي ذكر أنه دائما تجد هناك عشرات الكتب الأساسية التي تتحدث عن ترغيب الترهيب وكذلك هناك عشرات الأحاديث وغيرها وأيضا هناك من يقول أن الرسول كان مجموعة من الأصبة للتعسنة في مكة لم ليتبعوه أحد إلا بعد أن رفع السيف وتحالف معه الجميع وبعد غزوة أحد كان عدد الذين شاركوا معه لا يتجاوز سبعمائة الشخص في معركة أحد الذكر وبعد ذلك في معارك أخرى سبعمائة ويعني جزء من جيش عبد الله بن أبي سلون انسحب لأنه كان نصح قال أبقى بالمدينة لا تطلع خارج المدينة لأن الرسول رفض ابن سلون اللي يسمونه منافق قال أنا نصحتكم وأنتم ما سمعتوا كلامي على كل حال الموضوع اللي أردشير لهم مسألة الخوف أن بأس الحكم مخافة الله هي تم تطبيقها عمليا أنه أنت من لا يخاف الله لا الله هو من هو الله يعني رسول الله وطاعة الله ورسوله فبالتالي فرض هاي الطاعة وخوف من هذا الرسول من هذا الإسلام وهذا الدين وهذا الخليفة وهذا الآمر وهذا ولي الأمر هو الذي يوجب الطاعة على الجميع وهو الذي يولد الخوف داخلهم وهو الذي يضمن بسببه الحكام والشيو رصيدهم المخيف في النفوس ونعم ونعم الخوف ونعم الحكمة التي ينشرها هؤلاء هذا شيء مخزي بصراحة هناك أيضا مقولة جميلة للإمام علي يقول أنا عبدتك ليس خوفا وليس طبعا بجنتك ليس خوفا من نارك وليس طبعا بجنتك ولكني رأيتك أهلا للعبادة للعبادة فعبدتك طبعا هذا قول جميل لكن لم يطبق على الإطلاق وكثير من الأمثلة التي تنفي تطبيقها ولم يكن هناك تكن هناك إمكانية لتطبيق على الإطلاق الناس كانت في حالة مجاعة مستمرة ومن لم يكن جاعا كان محتارا في أكله وعيشه وكان خائفا من اللصوص في الطريق وخائفا يذهب مسافات حتى يحصل على شربة ماء نظيفة وطبعا نظيفة بقائز ذلك الزمان وأدى أطفال فالحياة كلها خوف خوف كان والأطفال نسبة الأطفال الذين يموتون 40-50% والأمراض والحياة أشبه بالجحين كان في ذلك الزمان فكيف لا يخاف وبعد ذلك يأتي ويقول له رأس الحكمة مخافة الله طبعا مخافة الله مخافة الحاكم مخافة الشيخ فبالتالي هذه الأشياء وهذه الأفكار الآن يريدون لحد الآن تجد الملايين يستندون إلى النصوص من هذا الشكل ويعتبرون أن هذه النصوص لا يأتيها الباطل لا من قدام ونعم الخلاف المهم أنا وصلت لكم معلومة وأتمنى أكون قدمت لكم شيء مفيد هناك من طبعا من يقول أن الأبودية لا ضير فيها لله وللخالق ولا ضير في الخوف منه منه أو المحبة له في الوقت نفسه وهناك مقولة تقول بأنه كفى بي أجزا أن يكون لك عبدا أنت كما أحب فاجعلني كما تحب هذه المقولة معروفة بأدل بعض ذكر أحد الذين ردوا علي في تعليقاتهم فأنا أقول يا أخي أنه المولوء لا يتعلق بالخوف لا يتعلق بالأبودية نما يتعلق بالخوف والخوف وجود الخوف معناه أن من يخاف معناه أنه لا يمكن له أن يؤمن المؤمن ليس الخائف هناك خائف وهناك مؤمن أنت خاف معناه أنت لست لم تعد مؤمنا أنت أصبحت خائفا هناك فرق في الوصف هذا مؤمن وهذا خائف فشتان ما بين الاثنين ولا يمكن أن يتوحد بينهم لأن الإيمان فئل شخصي ليس فئلا ترغم عليه وهو يعني ما قولت أسلم تسلم هي معناها حتى تتضمن فكرة التهديد والخوف والإخافة وإثارة الرعب عند الآخرين ومن لا يسلم ومن لا يسلم لا يسلم معناه أنه أنت يجب أن تطيع وإلا فأنك ستخسر في الدنيا وفي الآخر وبالحقيقة ودائما يخسر في الدنيا قبل الآخر أختم وقول رئيس الحكمة هي محبة الله أو محبة القانون محبة الحق محبة الأخلاق السلوك القويم بالأحرى هي رئيس الحكمة الأكبر من كل شيء هي التشكيك والتشكيك بكل شيء وعادة نظر بكل شيء شكرا جزيلا وعاسبا وشوفكم بخير مع السلام أتمنى وضع اللايك على الفيديو ومشاركته ومشاركته وسأضع رابط البوست الذي نشرته على الفيس بوك في التعليقات لكي تجدوا الردود الكثيرة جدا على هذا على هذا البوست والذي نشره قبل خمس سنوات مع السلامة